ولنقاش هذا الموضوع حول فصل أطفال المهاجرين عن عائلتهم في السويد ينضم إلينا عبر خدمة زوم من ملمو الأكاديمي والمتخصص في علومية تربية البروفيسور العيد بوعكاز أهلا بكم بروفيسور أهلا وسهلا وشكرا لكم على هذه الاستضاءة كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة التي انتشرت في السويد حول فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم العربية والمسلمة ما حقيقة هذه الظاهرة حقيقة أن هذا القانون ليس بجديد في السويد فهو قانون موجود قبل وصول المهاجرين إلى السويد فهذا القانون يحمي كل طفل يتعرض إلى تعنيف داخل البيت سواء كان سويدي أو عربي أو مسلم أو أي عرب فلا هو لا يختص بمجموعة أخرى فهذا للتوضيح فقط أن هذا القانون موجود من فترة طويلة وهو يتعامل مع كل حالات العنف التي تقع ضد الطفل أو حتى لأنه هناك فقرة تانية أنه حتى لو أن الطفل يعرض نفسه للعنف أو يقوم باستعمال المخدرات وإذاء نفسه والكحول فهنا كذلك تتدخل السلوطات الشؤون الاجتماعية في حمايته من نفسه وليس فقط من عائلته يعني حتى الأطفال العائلات السويدية يطبق عليهم هذا القانون دكتور؟ نعم نفس القانون وهناك صفحات كبيرة وكثيرة قديمة جدا أنا متواجد في السويد منذ 30 سنة يعني لست جديد في هذه البلاد فهناك صفحات سويدية قديمة كذلك تناشد الحكومة بتغيير هذا القانون وبإعادة واسترجاع أطفالهم ولكن الشيء الحقيقي والآن الموجود أنه منذ سنة 2014 حسب تحقيق قام به التلفزيون السويدي أنه تزايد عدد سحب الأطفال من عائلاتهم بمعدل 27% عن سابق 2014 وهذا تزامنا مع الموجة للهجرة الكبرى أو اللجوء الكبرى بعد 2014-2015 في السويد فنستطيع أن نقول أنه تزايد عدد أخذ الأطفال في فترة ما بعد 2014 دكتور المعذرة على المقاطعة لكن نتحدث عن مراحل إدماج اللاجئين قبل منحهم حق الإقامة أو الحماية واللجوء في الأراضي السويدية يتم إطلاعهم على تقريبا معظم وأهم القوانين الدولة إلى أي مدى تم إطلاع اللاجئين العرب تحديدا والمسلمين بمثل هذه القوانين لكي يلتزموا أو يأخذوا احتياطاتهم لحماية أطفالهم نعم هناك برامج كثيرة برامج توعوية وتثقيفية تقوم بها الدولة من أجل يعني إعطاء اللاجئين أجموعة وحزمة من المعلومات حول القوانين وهذا إجباري موضوع إجباري لكل من يلجأ لهذه البلاد أن يقوم بالمشاركة في هذه الدورة وهي دورة المجتمع تسمى وتعرف اللاجئ الجديد عن المجتمع وعن قوانينه قوانين المدرسة قوانين الحضارة قوانين التعامل على الطفل قوانين المرأة حقوق المرأة وهناك دورة المجتمع هي دورة إجبارية فيها حوالي ستين ساعة تقريبا هذه الستين ساعة يتعلم من خلالها القادم والوافد الجديد قوانين هذه البلد لكن تبقى هنا مدى نفع أو مدى اهتمام كذلك اللاجئ الجديد بهذه المعلومات وبالالتحاق بهذه الدورات ما مدى خطورة ما يحدث باعتبار أننا شاهدنا الكثير من المنشدات للعائلات العربية المهاجرة في السويد وحديثهم عن الكثير من النقاط منها ربما غسل أدمغة أو احتضان الأطفال في بيئة ولدى عائلات تختلف في توجهاتها الثقافية والدينية والعقائدية عن البيئة التي كان نشأ فيها هؤلاء الأطفال ما حجم الخطورة التي يتعرض لها مثل هذه الأطفال في هذه الظروف؟ أود فقط أن أشير إلى نقطة وهي جدا مهمة لماذا في مثل هذا الوقت أنه أصبحت هذا الموضوع جدا أخذ بعدا كبيرا في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي هذه نقطة جدا مهمة أنا شخصيا قمت بإجراء فيلم حول هذا الموضوع لقناة الجزيرة حول هذا الموضوع وكان لي صعوبة كثيرة أن أجد أولياء أمور وعائلات تستطيع أن تظهر معي بالكاميرا لكن الآن أرى أن الخوف انكسر عند الكثير من العائلات وهو الذي جعل هذه العائلات تطلع بهذا الحجم وتحكي قصصها بدون أي ضوابة أو أي موانع هذا فقط أريد أن أنوه لها لكن بالنسبة لسؤال غسل أدمغة الأطفال أنا لا أستطيع أن أجزم كباحث أو أن هناك تقوم هذه العائلات الحاضنة بغسل أدمغة الأطفال لكن كعالم تربية أقول لك أن الطفل يتأثر بمحيطه ويتأثر بالعادات المحيطة به فهنا لا نستطيع أن نقول أن الطفل لن يتأثر بتلك العادات في هذه العائلات الحاضنة ولن يأخذ منه وهناك ممارسات كثيرة قد يقوم الأولياء الأمور أو العائلات هذه بسردها وهو أن أطفالهم يأكلون الخنزير لا يتعلمون اللغة العربية نسوا تماماً اللغة العربية هناك أطفال أخذوا رضع لا يتكلمون اللغة العربية لأن لغتهم تكون مع الأسرة الحاضنة وتكون باللغة السويدية فهناك عملية جداً معقدة في خاصة إذا كان الطفل صغير جداً ويأخذ إلى عائلة حاضنة فهو من السهل جداً أن يكون تعلمه وتأثره بالبيئة المحيطة به سهل جداً وهنا نجد أن هناك صعوبة كبيرة لأولياء الأمور استرجاع أطفالهم لأنهم لا يستطيعون أن يعيهدوهم كما يريدون نعم دكتور هل هذه ضريبة الهجرة نتحدث عن أعداد كبيرة من المهاجرين العرب لكن بالمقابل هناك الكثير من المهاجرين الذين بقوا متمسكين بهذه المبادئ وتمكنوا أيضاً من الاندماج في المجتمعات الأوروبية ويعني الكثير من الكفاءات في مختلف المجالات تعمل وأبناؤهم نشأوا في هذه البيئة كيف يمكن تفسير هذين النموذجين المختلفين؟ هناك نموذج يتعلم من النموذج الأول هو يندمج بسرعة يتعلم اللغة لا يترك مجال أنه ابنه هو اللي يترجم له مثلاً في المدرسة أو في أماكن مختلفة فهناك حياناً تكون هناك عائلات أربع أو خمس سنوات ولا تتقن اللغة ولا تتكلم اللغة والطفل بسرعة يتكلم اللغة يصبح هو الآمر واللاهر في البيئ يصبح هو الذي يفهم المجتمع يأتي للبيئ بقوانين تعلمها في المدرسة وفي الحضانة فهذا النمط تكون بينه وبين أطفاله فجوة كبيرة مما يصبح الطفل أحياناً يخجل حتى من أن أمه وأبوه يكون معاه في المدرسة لأنه يرى فيهم أنهم غير مندمجين لا يتكونون اللغة ليس لديهم عمل وهنا يقطع هذه الفجوة بين الأولياء الأمور بين الأطفال الأولياء الأمور الذين لم يندمجوا ولم يتعلموا اللغة ولم يتعلموا القوانين ولم يحرصوا على أن يكون جزءاً من هذا المجتمع ويشاركوا فيه لأن المشكلة الكبرى أن المشاركة في هذا المجتمع هو الاندماج أساساً هو معناه المشاركة والمشاركة معناها أنك تكون عضو في المجتمع خلال أنك تتعلم قوانينه تتعلم كيف تتعامل مع ابنك كيف تقوم بمهامك لأنه أخذ الطفل من عائلته هو ليس هكذا يعني كما ممكن يتصوره البعض أنهم يأخذوا الأطفال مباشرة هناك طريقتين طريقة أنه يأخذ الطفل مباشرة إذا كان هناك عنف وكناك دليل واقع وهناك جزء ثاني هو أنه بعد التحقيق أربعة أشهر مع العائلة ممكن أن يأخذ الطفل ممكن أن لا يأخذ الطفل فهناك أخذ الطفل لا يتم دائماً كما يتصوره البعض أنه يطرق الباب ويأخذ الطفل بالعنف ويضعه في عائلة وتنتهي القصة هنا لكن هناك تحقيقات وهناك تدابير كبيرة ربما هناك سلبيات كبيرة بالنسبة لقانون الشؤون الاجتماعية وهذا قامت به مثلاً مصلحة مراقبة الشؤون الاجتماعية في 2017 و2018 و2020 عفواً درسوا ملفاً 819 حالة قاموا بدرستها ووجدوا خروقات في 67% من هذه الحالات خروقات فيما يخص التحقيق وخروقات فيما يخص مشاركة الأطفال والاستماع لأولياء الأمور 67% من الحالات من 819 حالة وجدوا فيها خروقات شكراً جزيلاً لكم دكتور على كل هذا التوضيح المعذرة لضيق الوقت الأكاديمي المتخصص في علوم التربية البروفيسور العيد بوعكاز حدثتنا عبر خدمة زوم من ملمون